استعرض محافظ المينيا أسامة القاضي فعاليات وأهداف حملة رفع الوعي بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حيث سيتم إقامة قوافل توعوية وخدمية تجوب القرى لمدة عشرة أيام للفئات المستهدفة بالعديد من مراكز الشباب بهدف تقديم الخدمات والتوعية للمستفيدين في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا والزواج المبكر والصحة الإنجابية والحضانات والطفولة المبكرة جاء ذلك خلال اللقاء المحافظ مع وفدي وزارة التضامن الاجتماعي